حتى الآن ما يزال بني جانس يتحدث بأمور عامة يتحدث عن تفاكل في ميدان الحرب يتحدث عن تفويت قرارات وعدم انتخاذ قرارات لكنه لا يشير إلى أي شيء عيني جرى نقاشه خلال الفترة الماضية لا يتترك لا إلى صفقة التبادل ولا إلى قرارات حول الجبهة الشمالية ولا التطبيع ولا غيره من الأمور يتحدث فقط عن أمور عامة الآن يتحدث عن ست نقاط يرى أنها ستكون أولوية الأولى استعارة الأسرة ثانيا القضاء على حركة حماس بالإضافة إلى سيطرة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة وإنشاء إدارة فلسطينية أمريكية وأوروبية في قطاع غزة تدير هذا القطاع تشكل بديلا عن حكم حركة حماس لهذا القطاع بالإضافة إلى إعادة النازحين الإسرائيليين إلى الحدود الشمالية إلى شمالي إسرائيل حتى الأول من أيلول سبتمبر المقبل والتوصل إلى تطبيع مع السعودية لتشكيل جبهة مع العالم العربي ضد إيران بالإضافة إلى تبني قانون للتجنيد يسبب بأن يساهم أو يتجند أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين إلى الجيش الإسرائيلي أخيرا تحدث بني قانون عن نقاط حدد الأولوية في هذه الحرب باستعادة الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين وثانيا فقط القضاء على حركة حماس هذا يناقض كل ما تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو خلال الفترة الماضية منذ بداية هذه الحرب نتنياهو كان يصر على أن الأولوية الأساسية هي القضاء على حركة حماس وليس استعادة الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين يقول جانس أنه أجرى مباحثات خلال الفترة الماضية مع قادة عرب لم يذكر منهم القادة العرب وأنه أيضا أجرى مباحثات خلال الفترة الماضية مع قادة غربيين في محاولة للتوصل إلى اتفاق أو لقراءة موقف هذه الدول من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يعتقد جانس أنه خلال الفترة المقبلة يركز على التطبيع يركز على غيرها من الأمور ويرى أنها خلال الفترة المقبلة ستكون هي الأولوية للحكومة الإسرائيلية وهو يكرر الهدف الأساسي وهو إنشاء جبهة إقليمية إسرائيلية عربية لمواجهة إيران ويشترد ذلك بالتوصل إلى التطبيع مع السعودية هذا الأمر مهم لأنه يأتي بالتزامن مع زيارة لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى السعودية اليوم غدا سيطير سوليفان من السعودية إلى إسرائيل ليجري مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مع بني جانس مع غالانت مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي هنقبي بالإضافة إلى إجراء مباحثات مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يستبقان زيارة سوليفان التي بحسب تكتيرات صحيفة يدعوت أحرنوت سيتطرق لموضوع التطبيق مع السعودية يستبق هذه الزيارة وهذه المباحثات بالتأكيد على أن موقفه داعم لهذا الأمر ويقول الآن أن بنيمين ناتنياهو الذي عرفه قبل عشر سنوات كان سيذهب باتجاه التطبيع مع السعودية لتشكيل جبهة ضد إيران حتى لو كان الثمن هو وقف الحرب على قطاع غزة لكنه الآن يشكك في هذا الأمر هو يحاول أن يكنع بنيمين ناتنياهو أن يختار مسار التطبيع مع السعودية فإن بني جانس سيبقى معه في هذه الحكومة ويقول إنه إن اختار طريقا أخرى على حد تعبيره فإن جانس وأيزنكود سيغادران هذه الحكومة وسيعملان على تشكيل حكومة أخرى سيكون هدفها التوصل إلى اتفاق وإلى التوصل إلى أمن حقيقي لمواطني إسرائيل ويقول لإسرائيليين لا تتخلوا عن الأمل إذن التهديد واضح الذي يتحدث عنه بني جانس يريد أن يقول للإسرائيليين أن بنيمين ناتنياهو لا يعطل فقط صفقة تبادل الأسرة إنما يعطل تحولا استراتيجيا في هذه المنطقة على شكل تطبيع مع السعودية يتحدث عن يجب تغيير أولويات هذه الحرب لتكون الأولوية الأولى هي استعارة الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين ودعا إلى تحديد هدف لانتهاء التصعيد على الجبهة الإسرائيلية اللبنانية هو الأول من نيسان أبريل المقبل بنيمين ناتنياهو كان قلل من هذا الأمر خلال الفترة الماضية بحسب تسريبات أوردتها القناة الثانية عشر الإسرائيلية رفض بنيمين ناتنياهو للتزام بإعادة الإسرائيليين النازحين من المناطق الشمالية إلى منازلهم في الأول من سبتمبر المقبل قال إنه ليرفض الالتزام بأي موعد بينما يضغط الآن بني جانس وقبل ذلك يائر لبيد باتجاه أن يتم الإعلان عن الأول من أيلول سبتمبر المقبل موعداً لهذه العودة انتهى المؤتمر الصحفي انتهت الكلمة الآن سيستمع إلى تصريحات للصحفيين الإسرائيليين لكن إن أردنا أن نوجز هذا المؤتمر الصحفي حدد أولويات ست أولويات للفترة المقبلة الأولوية الأولى هي صفقة تبادل أسرى بعد ذلك القضاء على حركة حماس يتحدث عن تطبيع إقليمي يتحدث عن عودة النازحين إلى الشمال حتى الأول من أيلول سبتمبر واتهم بالأساس أقلية قليلة هي لم يسمها لكنه يقصد بالأساس الوزيرين بيتسل إيلس موتريتش وإتمار بينغفير بأنهما يسيطران على سفينة إسرائيل ويقودان هذه السفينة باتجاه الارتطام بسخرة كبيرة ويدعو بنيمين نتنياهو إلى تغيير مصار هذه السفينة عبر الانحياز إلى بني جانس وإلى الولايات المتحدة وغيرها وكأنه يقول أن هناك محورا قيد التشكل في هذه المنطقة وأن على بنيمين نتنياهو أن يتخذ قرارا في هذا السياق إذن حامد لم يستقل بني جانس كما كان متوقعا لكنه تحدث كلاما واضحا من وجهة نظره إطار استراتيجي لهذه الحرب واستبك فيه زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي